وتنضم إلينا من عمان مراسلة الغد داما الكوري داما التعديل الرابع على حكومة الرزاز ما المتوقع وما هي أهم الملامح لهذا التعديل نعم حازم التعديل الرابع الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني بعد حوالي ساعة من الآن في الدوان الملكي هذا التعديل كان ضرورة ملحة لدكتور عمر الرزاز لعدة أسبابه بحسب المراقبين أولا كان لابد من شغل هناك بعض الوزراء الذين يحملون أكثر من حقيبة سيفصل ما بين الثقافة والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى استقالة دكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي والتربية والتعليم والتي كانت ضرورة ملحة لإجراء التعديل أيضا وبحسب المراقبين فإن دكتور عمر الرزاز وحكومته سيكونون أمام مواجهة لن تكون سهلة أمام مجلس النواب الأردني في دورته الرابعة والأخيرة قبل الانتخابات القادمة في 2020 ما يعني بأن هذه الحكومة ستواجه مواجهة صعبة مع مجلس النواب أبرز الملامح تقول بأن هناك تعديل سيكون على وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى الإعلام والتي سيكون بحاجة إلى وزير إعلام يقف مع الحكومة في مواجهة مجلس النواب هل ستطال التعديلات إذن الوزراء السيادية ومتى سيحسم الأمر في هذا الإطار؟ تقريبا حسن التسريبات باتت شبه مؤكدة لأسماء الوزراء الجدد لن يكون هناك تعديل على الوزراء السيادية فالوزراء باقون في وزاراتهم ولكن التعديل سيشمل التنمية الاجتماعية الثقافة والشباب التربية والتعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى الإعلام والمالية وقد يكون التخطيط هذه أبرز الملامح للتعديل الجديد في العادة وكما تعودنا على الدكتور عمر الرزاز في التعديل الرابع هو لا يمس الوزراء السيادية غالبا ما يكون التعديل على خمس أو ست وزارات قد تكون إحدى الوزراء التي أثارت جدلا في شارع الأردني ومنها طبعا التربية والتعليم مؤخرا وبعض الوزراء ومنها المالية حيث سيناقش في مجلس النواب الموازنة القادمة مع الحكومة الجديدة أشكرك جزيل الشكر داما الكردي مراسل في غد كنت معنا من عمام سأكون في متابعة معك إذن في حال جد جديد في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر